السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير باذن الله هنشرح مع بعض النهاردة ازاي نقدر نحدد موقع عنصر في الجدول الدوري الحديث كنا خدنا مع بعض الدرس الاول في منهج علوم الصف التاني الاعدادي وقلنا ان الجدول الدوري الحديث بيتكون من 118 عنصر اكيد مش هقدر احفظ موقع ال 118 عنصر يعني ايه موقع العنصر يعني بيقع في الدورة رقم كام والمجموعة رقم كام وبيقع في اي فئة هنعمل ايه اول حاجة هنعملها بنبدأ نوزع العدد الزري للعنصر بعد ما بنوزع العدد الزري للعنصر بنلاقي ان عدد مستويات الطاقة بيساوي رقم الدورة وعدد الالكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الاخير بيدل على رقم المجموعة طيب ايه المجموعات ان لنا هقدر احدد موقع العنصر فيها هنلاقي ان احنا عندنا تمام مجموعات او هنحدد موقع العناصر اللي خاصة بالمجموعات ايه سواء واحد ايه اتنين ايه تلاتة ايه اربعة ايه خمسة ايه ستة ايه سبعة ايه المجموعة الصفرية يعني احنا هنحدد موقع العناصر اللي خاصة بالفئة اس والفئة بي بس تمام يا شباب يبقى احنا اول حاجة بنعملها بنوزع العدد الزري بنعد عدد مستويات الطاقة وده بيكون رقم الدورة بنشوف مستوى الطاقة الاخير فيه كام الالكترون وده بيكون رقم المجموعة بعدين بنشوف المجموعة بتقع في الفئة رقم كام تعالوا نشوف اول مثال معانا وهو السوديوم ايه ايه حداشر هلاقي ان عدد الزري للسوديوم كام حداشر لما وزعه هلاقيه بيقع في تلات مستويات طاقة معنى ان احنا وزعناه في تلات مستويات طاقة اللي العنصر ده بيقع في المجموعة رقم كام مشانا قلت هنستدل على رقم المجموعة من خلال عدد مستويات الطاقة باي العنصر ده تم توزيعه في تلات مستويات طاقة يبقى العنصر ده بيقع فيه الدورة التالتة هنلاقي ان مستوى الطاقة الاخير ده فيه الوكترون واحد معنى ان هو فيه الوكترون واحد ان هو بيقع في المجموعة الاولى اللي هي واحد ايه تب المجموعة واحد ايه دي قب بتقع في الفئة ايه في الفئة S يبقى السوديوم N A 11 يقع في الدورة الثالثة المجموعة واحد A الفئة S ثاني مثال معانا وهو الكلور C L 17 هلاقي ان عدوز الزر كام 17 يبقى 2 8 7 وزعت في كام مستوى طاقة في 3 مستويات هنعرف من خلال 3 مستويات ده رقم رقم الدورة يبقى كده هو بيقع في الدورة رقم كام الدورة التالتة طيب يا مستوى الطاقة يا اخير انت فيك كام الكترون انا في سبع الكترونات بما ان فيك سبع الكترونات فكده الكلور ده بيقع في المجموعة سبعة A طيب يا سبعة A انت كنت بتقع في الفئة رقم كام او الفئة A هلاقي ان سبعة A كانت بتقع في الفئة B ثالث مثال معنا وهو الأكسوجين O8 يعني عدد الزر 8 يبقى 2 6 وزعته في كام مستوى طاقة في مستويين 2 طالما وزعته في مستويين يبقى هو بيقع في الدورة التانية طالما مستوى الطاقة الأخير فيه كام ألكترون فيه 6 ألكترونات طالما مستوى الطاقة الأخير فيه 6 الوكترونيات يبقوا بيقع في المجموعة كام؟ المجموعة 6A طب المجموعة 6A دي كانت ضمن ضمن مجموعات اي فئة؟ ضمن مجموعات الفئة B يبقوا 8 بيقع في الدورة الثانية المجموعة 6A الفئة B اخر مثال معانا هو النيون N-E عشرة هوزعه برضو في مستويين 2 من مستويات الطاقة طرح ما وزعته في مستويين يبقى هو بيقع في الدورة الكام؟ الدورة الثانية طب مستوى الطاقة الاخير فيه كام الوكترون؟ فيه 8 الوكترونات يبقى هو كده بيقع في المجموعة الصفرية اللي هو تركمها الحديث كام؟ 18 طب المجموعة الصفرية دي كانت بطاقع في اي فئة؟ هلا إن هي كانت بطاقع في الفئة B وديت عنصر من العناصر الخاملة خلي بالكو لما لقي مستوى الطاقة الأخير فيه 8 هقوله بيقع في المجموعة الصفرية اللي هي تركمها الحديث 18 وبطاقع في الفئة B ده كان أول نوع من أنواع العدد الزري أنا معي العدد الزري أو من أنواع إن أنا إزاي حدد موقع عنصر في الجدول الدوري أنا معي العدد الزري وبجيب رقم الدورة ورقم المجموعة ورقم الفئة تاني نوع معانا عكسه بقى إزاي أجيب العدد الزري لو معايا رقم الدورة ورقم المجموعة تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي احسب العدد الزري للعنصر X الذي يقع بالدورة الثانية والمجموعة 5 إيه تعالوا نشوف في الدورة الثانية معنى أنه هو بيقع في الدورة الثانية إن أنا عندي كم مستوى طاقة؟ إن أنا عندي مستويين 2 الكي بيتميلي بكام؟ بيتميلي باتنين تعالوا بقى نشوف إزاي هنعرف عدد الألكترونات اللي موجودة في المستوى ده بقول لي بيقع في المجموعة 5 إيه معنى أنه هو بيقع في المجموعة 5 إيه إن آخر مستوى طاقة فيه كام ألكترون؟ معنى كده إن آخر مستوى طاقة فيه خمس ألكترونات يبقى أنا كده عندي مستويين 2 الأول مليان ب2 والتاني مليان ب5 تمنا لو جمحتهم هيدوني العدد الزري فلاقي إن العدد الزري عندي هنا كام؟ 7 تاني مسألة احسب العدد الزري للعنصر الذي يقع بالدورة الثالثة الدورة الثالثة والمجموعة 3 إيه معنى أنه بيقع في الدورة الثالثة اللي أنا عندي كام مستوى طاقة؟ 3 مستويات طاقة بيقع في المجموعة 3 إيه يعني مستوى الطاقة الأخير مليان بكم ألكترون؟ 3 إيه يبقى مستوى الطاقة الأخير في 3 إلكترونات تبعرف العدد الزري إزاي؟ 2 و 18 و 3 كام؟ 3 و 13 يبقى العدد الزري كام يا ولاد؟ 13 بييجي بقى في نوع المسائل ده ويقول لي احسب العدد الزري للعنصر الذي يليه في نفس الدورة مزلي كان قايل لي أن كل عنصر يزيد عن الذي يسبقه في نفس الدورة بمقدار واحد صحيح يبقى العنصر اللي بيليه في نفس الدورة بيزيد عنه كام؟ بواحد يبقى 13 زائد واحد بتساوي 14 طيب يسبقه في نفس الدورة يسبقه يعني بيقع قبله يعني أقل منه بكام؟ بواحد يبقى يليه في نفس الدورة أزود واحد يسبقه في نفس الدورة أنقص واحد يبقى 13 نقص واحد هيساوي 12 قوله اكترون طيب يليه في نفس المجموعة لما بيكون يليه في نفس المجموعة بزود تمانية في نفس المجموعة ويليه هزود كام تمانية المثال عندي هنا يبقى 13 زائد تمانية هيساوي واحد وعشرين يليه في نفس يسبقه في نفس المجموعة يسبقه يعني يقع قبله وفي المجموعة يبقى هنا قص تمانية 13 نقص تمانية هتساوي 5 ألكترونيت تمام يا أولاد؟ طبعا أنا قد بلقول الحاجات دي مكتوبة جاهزة ليه لأن الفيديو ده اتصور مرتين اتنين ويتمسح قبل ما نزله تعالوا بقى نكمل مع بعض آخر نوع من أنواع المسائل بتاع تحديد موقع العناصر في الجدول الدوري الحديث شكل ما انتوا شايفين كده يا أولاد تلاقيه جايبين لكم الرسمة دي وبيقولك حدد العدد الزري لهذا العنصر هللاقي إن كل دايرة من الدواير دي بتمثل مستوى طاقة كل دايرة من دول عبارة عن مستوى ايه طاقة اللي في النص دي النواية دي النواية وكل واحدة من دول مستوى من مستويات الايه الطاقة عندي كم دايرة كبيرة واحد اتنين تلاتة يعني عندي كم مستوى طاقة تلاتة تعالوا نرسمه طالما عندي تلات مستويات طاقة فأكيد الأول والتاني مليانين الكاب يتميل باتنين والقل بيتميل بكام بتمانية تعالوا بقى نعدي مع بعض ونشوف مستوى الطاقة الأخير فيه كام إلكترون أدي اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مستوى الطاقة الأخير فيه ستة أولوكترونات كل دايرة من الزغيرين خالص دوم يا ولاد اللي قلم عليهم أولوكترون يبقى المستوى امي فيه ستة أولوكترونات تاني اللي في النص ديت النواة وكل دايرة من دول عبارة عن مستوى ايه طاقة هلاقي ان المستوى الاول هو فيه إلكترون التاني فيه تمانية التالت عدناهم مع بعض ستة احسب العدد الزر كام اتنين وتمانية عشرة وستة ستاشر يبقى العدد الزر بتاع العنصر دو كام ستاشر طب يا ولاد لو قال لي اوجد العدد الزري للعنصر الذي يليه في نفس الدورة هقول له يليه في نفس الدورة بزود واحد يبقى ستاشر وواحد كام سبعتاشر طيب يسبقه في نفس الدورة يعني قابله هنقص واحد يبقى سبعتاشر أقصفه ستاشر نقص واحد بتساوي خمستاشر أولوكترون دا بالنسبة للدورة طب لو قال لي يليه في نفس المجموعة يليه يعني بعده في المجموعة يعني هنزود تمانية يليه في نفس المجموعة بنزود كام بنزود تمانية يبقى ستاشر زي التمانية هيساوي اربعة وعشرين طب لو قال لي يسبقه في نفس المجموعة يسبقه يعني نطرح في نفس المجموعة يبقى نطرح تمانية يبقى يسبقه في نفس المجموعة بنشيل كام تمانية يبقى ستاشر نقص تمانية بتساوي ثمن أولوكترونات وبكده يا ولاد نكون خلصنا كل المسائل الخاصة بتحديد موقع العنصر في الجدول الدوري أو تحديد العدد الزري أتمنى أننا كون قدرت أوصل لكم المعلومة وبسطها لكم وقدرت أفككم أي حاجة وبالتوفيق يا سنة تانية اشتركوا في القناة